حقيقة الضرائب دلوقتي تحت النار. الناس كلها بتتخنق معاهم. اول حاجة بقول لهم فان الشيكات بتاعتنا? فان عوائد الضرائب بتاعتنا? والناس التانية بتقول لهم انتم هم ترويش على التليفونات ليه? ها? وفي ناس تانية بتقول لهم ايه موضوع الفيشل ريكونيشن صوفتوير اللي هتفتعملوه ده? هو الصوفتوير بتاع البرامج بتاع التعرف على الوجه. يعني ايه? يعني هتفتعملو ايه بالزبط? ايه الموضوع? ما ان كل ده هيأثر على الشيكات اللي بتجيلكوا عوائد الضرائب والكلام ده كل. انا اسم رانيا سلطان زي حكاية من الولايات القناة دي معمولة عشان تقول لك على كل حاجة بتحصل في امريكا. ولكن بلخصها لك بطريقة سهلة وسالسة كده. اه وحطها لك في فيديوهات قسيرة تعرف كل اللي بيحصل حواليك. تسمع بس كم دقيقة? وتبقى كده ايه? فاهم كل حاجة. الايا رئيس دلوقتي تحت النار. الديمقراطيين متغازين من الايا رئيسوا عمالين بقى ايه? يزعقوا لهم ويكتبوا لهم جوابات شديدة اللحجة. يقولوا لهم اتفضلوا طلعوا شيكات عوائد الضرائب بتاعت الناس. المفروض الايا رئيس من المتوقع ان هو يطلع مية وستين مليون شيك للناس عوائد ضرائب. المتوسط بتاع الشيك ده تقريبا في المتوسط الفين متين وخمسين دولار تقريبا. ده المتوسط في ناس سبعة هيطلعها بستة سبعة عشر تلاف دولار. في ناس بيطلعها اقل من كده. ولكن اه من مية وستين مليون الدرائب طلعوا اه تلتاشر مليون شيك فقط الى الان. طبعا تلتاشر مليون برضو رقم كبير. ولكن امتى بدأت الكلام ده? بيقولوا ان الدرائب بدأت تفتح الفايلز بتاعت الدرائب اللي انت بتقدمها يوم خمستاشر يناير. بدأوا يطلعوا شيكات عوائد الدرائب اللي هو الناس اللي مفروض دفع الدرائب طلعت كتيرة. فراح الدرائب بترجع لهم ايه? بتقول لهم لأ خدو. هنرجع لكم الفلوس اللي انتو دفعتوه. فبدأوا يطلعوا الشيكات. اول دفعة طلعت كانت اربعة وعشرين يناير. وبدأ باقي الشيكات تطلعوا كده. طبعا هم بيدوا اولوية اكتر ليه محدود الدخل. فالناس اللي قدموا اه في في الدرائب بتاعتهم اللي هم اللي هو الارند انكم تاكس ريترن اللي هو عوائد الدرائب للناس اللي بجي لها دخل محدود الدخل فيه دخل معين كده. لو انت يعني اه دخلك اقل من حد معين. لو دفعت الدرائب هترجع لك الدرائب دي تاني بشيكات. فالناس دي قالوا انه هيطلع لهم عوائد الدرائب بتاعتهم يوم واحد. يعني في اوائل مارس. او مش هيتقول واحد ده هم قالوا واحد. بس انا هقول لكم في اوائل مارس. ان مفروض تكون الشيكات دي جات لك. كمان بيقولوا ان معظم الشيكات اللي خاصة بيه آآ آآ عوائد الدرائب الخاصة اللي هي بتاعت الاطفال او الشيكات التحفيز اللي تأخرت على الناس هتطلع تخلال واحد وعشرين يوم. يعني احنا نتكلم بالكتير قوي على نص مارس يكون جات لك الشيكات دي. طبعا الكلام ده الدرائب اللي بتقوله ومش انا. علشان في ناس بتطلع تقول انت قلت وما فيش حاجة حاصلت. اوائي جماعة انا مش بشتغل في الدرائب والله العظيم ولا بشتغل ولا انا بس بقول لكم اللي هم قالوه. هم قالوا كده. انا مليش دعوة. هم قالوا كده. فجن بقى الديموقراطيين زعلنين بقى زيكم بالزبط كده فراحوا مجموعة من الديموقراطيين راحوا اتجمعوا وكتبوا جواب ليه الكوميشنر بتاع الاير اس. لو مسؤول اير اس قالوا له انت لازم تتصرف لازم تضلع شيكات العواقض الدرائب بتاعت الناس دي بسرعة. ده عارفين احنا داخلين على انتخابات والديموقراطيين عايزين يطلعوا اي حاجة عايزين الشعب يرضى عنهم باي شكل. فقال ايه مسكوها دلوقتي يمسكوها في الايه في الدرائب. قال يعني هم عملوا كل حاجة كويسة وفضل ايه هي الفاسفوسة دي بقى. فمسكوا دلوقتي على الدرائب وقالوا لازم تتصرف. اعمل اي حاجة. آآ آآ جيب يعني جيب عايزين ناس مؤقتين يساعدوك. او مثلا هات آآ ناس من الموظفين اللي عندك دول حولهم بدل ما هم عاملين يشتغلوا على آآ آآ جامع الدرائب خليهم يشتغلوا على انهم يخرجوا شيكات عوائد الدرائب للناس اكتر. او بدل ما يعملوا اوضيتينج حولهم خليهم يعني هم عايزين اكتر يطلعوا شيكات للناس عشان الناس ترضى عنهم. فقل بعطوله بقى ايه كده وكمان قالوا لازم تحسن الخدمة بتاعت العملاء. المفروض ان الكونستيشوينتز او الناس اللي بينتخبوا الديموقراطيين كل واحد بقى بي لما يكون في مشكلة بيكلم بقى المرشح بتاعه. فكلمهم قالوا لهم احنا مش عارسين نوصل للدرائب بنقعد على الهولد ساعة وساعة ونص وفي اخر نوصل لهمش برضو. فراحوا قالوا لهم انتوا لازم تتصرفوا لازم تبقى الـ customer service كويس. او بعانين البورتلز اللي هي كل شوية الـ IRS يطلع ااب يقول لنا الاب نزروا على التليفون بتاعكم حيساعدكم. فكان الناس تنزر الاب لما التليفون اتزحم بالأب تتعال الـ IRS والناس ما تتوقفش الحاجة. فقالوا لازم تحسنوا الموضوع. فالمفروض ان المنتظر ان شيكات كتير تيجي في الفترة اللي جاية لغاية ايه نص مارس هما اللي قالوا. هما اللي قالوا. وكمان تقول لك علشان تصرع من ان شيكات تجي لك فيه كزا حاجة تعملها. اول حاجة تعمل يعني تقدم الدرائب عن طريق انترنت اونلاين. بدل ما تقدمها ورق تقدمها اونلاين. ده هيصرع العملية اكترنهم يبصوا على الدرائب بتاعتك ويرجعوا لك الشيكات. حاجة تانية لما يجوا يرجعون لك الشيكات حط رقم الحساب بتاعك في البنك. فالشيك يجي لك بالاداعة المباشرة على حسابك في البنك بدل ما يجي لك شيك ورقي ويتأخر عبل ما يطبعوا الشيكات ويراجعوها وفي المدى كله فتتأخر. الحاجة التالتة ان انت اقدم الدرائب بتاعتك بسرعة. لان المفروض ان الناس كلها غالبا يعني ايه انتوا عارفين ان بتاع تقديم الدرائب للشركات والافراد وكده يوم 18 ابريل. فدايما الناس تتنى لغاية ايه اخر يومين? وحتلاقي بقى ايه اليومين الاخارة دول هم الناس كلها بتطلع على الشيكات. فطبعا لما يجي بقى زحمة الفايلات اه نأسف الفايلين يعني بتاع الدرائب يجي بيحتل بقى فانت الحق بدري بدري كل ما تقدم الشيكات بتاعتك كل ما تقدم الدرائب بتاعتك بدري حجي لك الشيكات بدري. فدي الموضوع الاولاني اللي خاص به الشيكات عوائد الدرائب هتيجي للناس. والموضوع التاني اللي خاصة به خدمة العملة. الموضوع التالت بقى بتاع الفايل ريكو جنيشن صوفتوير. المفروض ان الدرائب عايزة تعمل بعد كده فايل ريكو جنيشن صوفتوير. انهم يحطوا صوفتوير كده اه عشان لو عايز تتكلم بالضرائب ولا حاجة يعمل لك ايه بالفايل ريكو جنيشن. و جابوا شركة خاصة تعمل الموضوع ده وادوها 82 مليون دولار. الشركة اسمها ID.me. ID.me. خدوا 82 مليون دولار وقاعدوا. المفروض ان الموضوع ده يعني بقى لهم سنتين بيشتغلوا فيه وحيبتدوا يفعلوا من الصيف ده. الصيف بتاع 22. فالناس بقى ما كنتش تعرف عنه. والناس في الكونجرس قالوا احنا حتى انتم ما خدتوش رأينا فيه. حتى ما صوتناش عليه اذا كانوا موافقين على كده ولا لا. ازاي تجيبوا شركة خاصة تبقى هي بين الشعب وبين هيئة فدرالية كبيرة زي الدرايب. ازاي شركة خاصة هي اللي تاخد كل المعلومات الداتا بتاعة الناس الشعب وهي اللي تنقل المعلومات دي للدرايب وفايس فيرسا يعني تاخد المعلومات تاعتدارات ديان الناس. ازاي تخلو شركة خاصة تعمل حاجة مهمة زي كده. فدي حاجة مش مقبولة. وليه تستعملوا الفيشيال ريكوجنيشن صوفتوير يعني بناء على ايه فيه دراسة مثلا تمت ولاقيتوا انه بيحصل فيه خرق للامن فقلتوا هنستعمل يعني ليه? 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 ليه 82 مليون دولار يتدفعوا حاجة زي كده? وانتو عاملين تقولوا مشتقين موظفينه وما فيه? ليه? فدلوقتي بقى فيه يعني آآ حملة جديدة كبيرة ضد دفعت 82 مليون دولار وجايبين شركة خاصة تقوم بحاجة زي كده من غير حتى ما الكونجرس يعرف عنها ولا الناس احنا الشعب نصوت عليها موافقين ولا مش موافقين على الكلام ده. وما قلتوا لناش ايه الدراسة مثلا اللي وارد الكلام ده. فدلوقتي منتظر ان انهم يوقفوا الموضوع ده. بعد ما دفعوا 82 مليون دولار حيوقفوه مش حارفين بقى ايه اللي حياته. ولكن ده الوضع فدلوقتي حبيت بس افهمكو. انت تنتظروا الشيكات بتاعتك وتيجو امتى. المفروض ان الخدمة تبقى افضل ده الكلام اللي قالوه. وانا انا يعني ايه دونت كيل دا ماسنجر زي ما بيقولوا ما تقتلش ما تقتلش المرافل انا انا مجرد مرافل يا جماعة. انا بقول لكو انا بقى نقل الرسالة. او ما قالو حيطلعو لكو الشيكات على اول مارس. بس ده اخر ما عندي وخلاص بقى حقف الفيديو بدل ايه بابتدي الضرب و بقى يشتغل. مع كورانيا كان مع كورانيا السلطان وده حكايات من الولايات.